مرحبا كيفكم اليوم رح نتعرف على كيف بيشتغل نظام الحكم بكندا من خلال كتاب امتحان الجنسية الكندية discover canada الفصل يلي عنوانه how canadian govern themselves بتمنى يعجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس هذا الفيديو مو بس بهم يلي بدي قدم على امتحان الجنسية الكندية بس كمان بساعد كل شخص حابب يتعرف على تركيبات الحكومة والبرلمان بكندا والكتاب هو المصدر الوحيد للامتحان وهالفيديو هو بس مساعدة لفهم الكتاب رح نبلش بالصفحة 28 اول جملة حاطينها انه في ثلاث حقايق عن الحكومة والنظام بكندا كندا هي دولة فدرالية federal state وديمقراطية برلمانية parliamentary democracy وملكية دستورية constitutional monarchy اول عنوان بيحكي عن الدولة الفدرالية بكندا في اكتر من نوع للحكومة federal يعني على مستوى البلد كله provincial يعني على مستوى المقاطعات territorial يعني بالمناطق اللي هي اقاليم ومالها مقاطعات وميونسيبول يعني البلديات مسؤوليات حكومات المقاطعات والحكومة الفدرالية متحددين ببريتش نورث امريكا اكت بالالف وثمامية وسبعة وستين والمعروف باسم الكونستيوشن اكت يعني قانون الدستور يلي هو القانون اللي تأسست عليه كندا ككون فدرالية بين المقاطعات يلي كانت تحت الحكم البريطاني الحكومة الفدرالية بتكون مسؤولة عن الشؤون الوطنية يعني يلي بتتعلق بالبلد كله والشؤون الدولية مثل الدفاع عن البلد والسياسة الخارجية والتجارة بين المقاطعات والاتصالات والعملة والملاحة الجوية والبحرية والقانون الجنائي والجنسية بالطرف الثاني حكومات المقاطعات بتكون مسؤولة عن حكومات البلديات والتعليم والصحة والموارد الطبيعية والعقارات والحقوق المدنية والطرق السريعة وفي مسائل تانية بيكون الاختصاص القضائفية مشترك بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات مثل الزراعة والهجرة الفدرالية بتسمح للمقاطعات المختلفة انه تتبنى سياسات مصمم ببحسب سكانه وبتعطي مرونة للمقاطعات لتجرب افكاره سياسات جديدة هاي التركيبة المميزة بالحكومة بتناسب بلد مثل كندا لانه مساحة كبيرة وكل مقاطعة اقلها خصوصية بتاريخها وسكانها فبهيك ترتيب الفدرالية بتجمع البلد كله تحت مظلة وحدة كل مقاطعة اقلها مجلس تشريعي منتخب خاص فيها مثل مجلس العموم هاوس أوف كومينز بأوتوى والاقاليم الثلاثة الشمالية يلي عدد سكانهم كتير قليل رغم انهم مالهم مقاطعات بس حكوماتهم ومجالسهم اللهم وظائف مشابهة لمجالس وحكومات المقاطعات تاني عنوان هو على الديمقراطية البرلمانية الشعب بينتخب اعضاء مجلس العموم هاوس أوف كومينز يلي بأوتوى والمجالس التشريعية بالمقاطعات والاقاليم هالممثلين المنتخبين بكونوا مسؤولين عن تمرير القوانين الموافقة على المصاريف مرائبته والحفاظ على محاسبة الحكومة مجلس الوزراء الكابينت منسترز بكونوا المسؤولين قدامها الممثلين المنتخبين يعني لازم يحصلوا على ثقة المجلس ويستقيلوا إذا خسروا بتصويت حجب الثقة البرلمان له ثلاث أجزاء The sovereign يعني الملكة أو الملك The senate يعني مجلس الشيوخ وهاوس أوف كومينز يعني مجلس العموم والمجالس التشريعية بالمقاطعات بتتكون من نائب الحاكم والمجلس المنتخب بالحكومة الفيدرالية رئيس الوزراء بيختار الوزراء وبيكون مسؤول عن عمل وسياسة الحكومة مجلس العموم بيكون متكون من أعضاء البرلمان المنتخبين من الشعب ويلي عادة بينتخبوا لأربع سنين والسيناتورز يلي بيشكلوا مجلس الشيوخ بيكونوا معينين من الحاكم العام على أساس نصيحة رئيس الوزراء يعني مالهم منتخبين وبيخدموا لحتى يصير عمرهم 75 سنة مجلس العموم ومجلس الشيوخ الاثنين بيدرسوا ويراجعوا مقترحات القوانين يلي بيسموهم بيلز ولحث هالمقترحات القوانين تصير قانون لازم يتوافع عليها من الغرفتين يعني مجلس العموم ومجلس الشيوخ وتاخد الموافقة الملكية يلي بتنعطى من الحاكم العام Governor General بالنيابة عن السوفيرن يعني الملك أو الملكة رح نكمل بالصفحة 29 المواطنين الكنديين عندهم حقه مسؤولية صناعة القرار ومهم لكل كندي عمره 18 وما فوق بأنه يشارك بالعملية الديمقراطية عن طريق التصويت بالانتخابات الفيدرالية وانتخابات المقاطعات والأقاليم والانتخابات البلدية هذا النظام طبع المجلسين هو شغلة متوارثة من البرلمان البريطاني يلي هالمجلسين فيه بمثل الشعب بمجلس العموم وطبقة النبلاء والملاك بمجلس الشيوخ بالصفحة 29 حاطين فقرة عن كيف بتصير القوانين بكندا أول خطوة هي القراءة الأولى مقترح القانون يلي هو البلد بتم دراسته لأول مرة وبينطبع الخطوة الثانية هي أعضاء البرلمان بيناقشوا مشروع القرار الخطوة الثالثة هي الكميتي ستيج الكميتي هي متل لجنة ضمن البرلمان بتكون متخصصة بمجال معين وبتدرس مشروع القانون فقرة فقرة بالتفصيل الخطوة الرابعة هي ريبورت ستيج يلي فيه أعضاء البرلمان ممكن يعملوا إضافات على القانون الخطوة الخامسة هي أعضاء البرلمان بيتناقشوا بيصوتوا على مشروع القانون الخطوة السادسة هي السنت مشروع القرار بعد ما يتوافق عليه بمجلس العموم بينبعت على مجلس الشيوخ لحتى يتناقشوا فيه ويوافقوا عليه والخطوة السابعة هي الموافقة الملكية رويل أسنت مشروع القانون بيأخذ الموافقة الملكية بعد ما يمر بالمجلسين تبع البرلمان جزء الثالث لفهم الحكومة هو الملكية الدستورية بكندا رأس الدولة هو السوفورن يلي بيحكم بالوراثة يعني الملك أو الملكة يلي بيحكمه بحسب الدستور إذا بنا نترجم كلمة سوفورن يعني تقريبا صاحب السيادة وهي بترمز لمنصب الملك أو الملكة السوفورن هو جزء من البرلمان وبيلعب دور مهم من دون ما ينحاز لأي حزب كمركز للمواطنة والولاء الملكة هي رمز السيادة الكندية وحامية الحريات الدستورية منعكاس لتاريخ البلد وكرأس لمنظمة الكومن ويلز فالسوفورن بيربط كندا مع 53 أمة ثانية يلي هن ينبعي أعضاء الكومن ويلز يلي بتتعاون للتأدهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ذاكرين هن أمثلة عن الملكيات الدستورية الثانية بالعالم مثل الدينيمارك أو أستراليا أو اليابان أو الأردن أو المغرب بكندا في تمييز واضح بين رأس الدولة يلي هو السوفورن ورأس الحكومي يلي هو رئيس الوزراء يلي هو عمليا بيوجه الحكم بالبلد السوفورن ممثل بكندا عن طريق الحاكم العام جوفورنر جنرال يلي بيتعين من السوفورن على أساس نصيحة رئيس الوزراء وعادة لمدة خمس سنين بكل مقاطعة من المقاطعات العشرة بكندا السوفورن بيتمثل بنائب الحاكم ليتونيند جوفورنر يلي بعينه الحاكم العام على أساس نصيحة رئيس الوزراء وكمان عادة لمدة خمس سنين التفاعل بين الأفرع الثلاثة للحكومة الفرع التنفيذي والفرع التشريعي والفرع القضائي بيساعد على الحفاظ على حقوقه وحريات الكنديين كل مقاطعة وإقليم عندهم مجلس تشريعي منتخب يلي بتتمرن فيه قوانين المقاطعة والإقليم وأعضاء المجالس التشريعية اللي هون أسماء تاني ذكرينها هون بحسب كل مقاطعة أو إقليم بكل مقاطعة البريمير يلي هو مثل رئيس وزراء المقاطعة إلو دور بيشبه رئيس وزراء الحكومة الفدرالية مثل منائب الحاكم إلو دور بيشبه الحاكم العام بس على مستوى المقاطعة بالأقاليم الثلاثة الحكومة الفدرالية بتتمثل عن طريق مفوض لإلها اسمه الكوميشنر وحاطين هون مثل مخطط ليوضح نظام الحكومة بكندا فمبلشين بالبرلمان بأجزاءه الثلاثة السوفورن يلي بيمثله الـ Governor General ومجلس الشيوخ يلي بيتعين على أساس اقتراح رئيس الوزراء ومجلس العمومي يلي بينتخب من الشعب ويلي فيه أعضاء بيضعم الحكومة وأعضاء من المعارضة وهدول الأقسام الثلاثة هنالفرع التشريعي وحاطين علي أسار الفرع التنفيذي يلي هو رئيس الوزراء ووزراء الحكومة وتحت حاطين النظام القضائي يلي فيه المحكمة العليا بكندا سوبريم كورت يلي فيها تسع قضاء معينين من الحاكم العام وتحت هون في محاكم فيدرالية ومحاكم مقاطعات لحتى اللخص اللي حكينا عليه اليوم فهو بيحكي عن الدولة الفدرالية والاختصاصات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات وفقر عن الديمقراطية البرلمانية وكيف البرلمان مأسهم للسوفرن ومجلس عموم ومجلس شيوخ وبعدين فقر عن كيف بيتمرن القانون وعنوان عن الملكية الدستورية وكيف فيه رأس للدولة مختلف عن رأس الحكومة وآخر جزء هو كيف العلاقة بين الأفرع لثلاثة للحكومة كالعادي رح نعطي أمثلة عن الأسئلة اللي ممكن تجي بالامتحان بالصفحة 53 فيه ثلاثة أسئلة عن هذا الفصل أول سؤال هو شو بيعني أنه كندا ملكية دستورية والجواب هو الخيار B رأس الدولة هو الملك أو الملكة بس بنفس الوقت بيحكم بحسب الدستور السؤال الثاني هو عن الأفرع لثلاثة للحكومة والجواب هون هو الخيار D تنفيذي والتشريع والقضاء وآخر سؤال رح نحكي عنه هو الفرق بين دور الملكة ودور رئيس الوزرع والجواب هو الخيار A بتمنى أكون ساعدت بفهم تركيبة الحكم بكندا يلي هدفها تخلي مكونات البلد تشترك بالحكم وتحافظ على التوازن بين السلطات بتمنى يكون عجبكم الفيديو وتعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس اشتركوا في القناة